سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود هو لبيد ابن الأعصم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يأتي نساءه ولا يفعل قالت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن دعا ثم دعا وقال لي يا عائشة أما شعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه قد جاءني الليلة رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل فقال صاحبه مطبوب فقال له ومن طبه فقال صاحبه طبه لبيد ابن الأعصم من بني زريق في بئر ذروان فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه حتى وصل إلى بئر ذروان قال يا عائشة ماءها ماءها كنقع الحناء ونخلها رؤوس الشياطين وكان ذلك تحتراعون في جف طلعة نخل ذكر طبعا هنترجم ونفسر كل هذا الكلام ولكن أنا بس يعني أردت أن احنا نسمع لفظ القصة متن الحديث لكن بعد كده ان شاء الله سترجم لحضراتكم هذه الألفاظ الغريبة ونستفيد من فوائد هذه القصة المباركة خرج رسول الله في أناس من أصحابه حتى وصلوا إلى بئر ذروان فسيدنا نبي بيوصف فقال السيدة عائشة بيقول لها المية بتاع البئر كنقع الحناء والنخل اللي حوالين هذا البئر رؤوس الشياطين وكان ذلك يعني هذا العمل أو السحر تحتراعون في جف طلعة نخل ذكر قالت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أفلا السؤال كده أفلا هذا ما عند الإمام البخاري نص القصة عندي سيدنا الإمام البخاري قالت له أفلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أردت أن أؤثر الناس وفي رواية ما أردت أن أثير الناس الرواية خارج صحي البخاري فيها أن أمي عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنشرت وبعض العلماء بيقولوا زيادة تنشرت هذه مش من كلام السيد عائشة مش من سؤال السيد عائشة وإنما هذا هذه الزيادة من أحد الرواق قيل هو سفيان ابن عيينة وقيل غيره حاول يعني ترجم لنا السؤال اللي هو السؤال المختصر أفلا أفلا إيه فقالوا المقصود أفلا تنشرت وحنعرف يعني إيه النشرة النشرة هي طريقة للرقية كان يستعملها العرب قبل الإسلام ثم جاء الإسلام فبقيت النشرة ولم ينكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ان شاء الله حنقول بقى في تفصيل فوائد هذه القصة هناك رواية أخرى أيضا يا أحباب بخصوص عبارة أفلا هذا السؤال رواية خارج الصحيحين فيها أفلا أخرجته يا رسول الله يعني كأنها تسأل سيدنا النبي طب مش كنا طلعنا العمل ده بقى طالما حضرتك رحت كده يا سيدنا لحد هذا البئر أفلا أخرجته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن أؤثر الناس أو أن أثير الناس يعني أن الناس يثوروا ويحصل بذلك مفسدة أو فتنة هذا هو المعنى